إنني أعيش السعادة بكل معناها وأعيش الجنة بكل معناها هذا الكلام لا أقوله للإعلام وحق الزهراء هذا هو الذي أعيشه إنني أعيش السعادة وأعيش الجنة بكل معناها في جوار محمد وآل محمد في خدمة إمام زماني هذه الحياة علمتني أن لا أبالي إلا برضى إمام زماني لقد عشت الحياة مع الناس مع القريب ومع البعيد وعشت الحياة مع محمد وآل محمد فما وجدت أحدا ينفعني إلا هم صلوات الله عليهم وما وجدت أحدا يدفع الضرر عني إلا هم صلوات الله عليهم هم أملي في هذه الدنيا وأملي في الآخرة منذ أكثر من أربعين سنة والجميع يعادوني ولا أبهلي مثلما قطعت السنين الماضية سأقطع ما بقي من العمر وأنا أحمل على عاتقي تجارتي إنها تجارة محمد وآل محمد التجارة الكاسدة عندكم والرابحة عندي لا أبهلي إنها نصيحتي وأمنيتي أن أرى أبناء جلدتي وأبناء بلدي وأبناء طائفتي في العراق وغير العراق أن أراهم يعودون إلى الهدى وأن أكون من الأسباب التي ساعدتهم على هذا أن يعودوا إلى أحضان أئمتهم ولذا أخاطبكم بهذا الخطاب فأنا لا أضع في جيبي شيئا أنا الذي أخرج كل شيء من جيبي كي أوصل لكم هذه الرسالة لا أحتاج إلى شيء يضع في جيبي أنا أخرج كل شيء من جيبي وأنا أخرج كل شيء من صدري أخرج قلبي وعقلي فداء لطريق محمد وآل محمد منذ البداية وأنا أتمنى أن يجعلني صاحب الأمر كالناسا كي أنظف الطريق أمامه كي أزيل هذه القمامة من عقولكم هذا كل الذي أفعله ولا أبالي أن الآخرين يكونون راضين عني لا أبالي حتى بأسرتي هل أن أسرتي أصغيرة التي أعيش معها هل هي راضية عني أم ليست راضية عني لا أبالي لا بهم ولا بغيرهم هذه الحياة هذه الحياة علمتني علمتني أن لا أبالي إلا برضى إمام زماني لقد عشت الحياة مع الناس مع القريب ومع البعيد وعشت الحياة مع محمد وآل محمد فما وجدت أحدا ينفعني إلا هم صلوات الله عليهم وما وجدت أحدا يدفع الضرر عني إلا هم صلوات الله عليهم هم أملي في هذه الدنيا وأملي في الآخرة مثل ما يقول دعبل الخزاعي رضوان الله تعالى عليه في تائيته وهو يخاطب الإمام الرضا لقد خفت في الدنيا وأيام سعيها ووالله إنني لكذلك لقد خفت في الدنيا وأيام سعيها وإني لأرجو الأمن بعد وفاتي إمامنا الرضا قال له آمنك الله يا خزاعي يوم الفزع الأكبر وأتوجه إليه إلى أنيس النفوس وأقولها مثل ما قالها دعبل لقد خفت في الدنيا يا أنيس النفوس وأيام سعيها وإني لأرجو الأمن بعد وفاتي إذا لم يكن في العقود الماضية وفي الأزمنة السابقة إذا لم يكن هناك من بوابة للمعرفة في زماننا الإنترنت موجود في زماننا قناة القمر على الأقل بالنسبة للذين علموا بوجودها قناة القمر موجودة أنا لا أطالبكم أن تصدقوني ولا أطالبكم أن تتبعوني ولا أطالبكم أن تتخذوني إماما ودليلا أنا أطالبكم وأقول احترموا عقولكم واحترموا المعلومات هذه إذا كنتم حريصين على دينكم وتأكدوا منها وقوموا على الأمر بأنفسكم وأدركوا أنفسكم أدركوا أنفسكم هل يمكن لعاقل مثلي أن ينفق هذه الأموال الكثيرة وأن يحصر نفسه في استوديو وأن يعرض نفسه للمخاطر وأن يعرض عائلته للمخاطر من جميع الاتجاهات وأن يشوه سمعته بكل ما يمكن أن تشوه السمعة وبإمكانه أن يجني المليارات وحق الزهرى وحق الزهرى بتليفون واحد بتليفون واحد باتصال واحد أستطيع أن أغير كل هذا فأنا أعرف مع من أتكلام وأعرف الجهات التي أستطيع أن أتكلم معها بجملتين فقط أستطيع أن أغير كل حياتي ولكن بأي اتجاه باتجاه دنيوي سخيف بعيد عن محمد وآل محمد إنني أعيش السعادة بكل معناها وأعيش الجنة بكل معناها هذا الكلام لا أقوله للإعلام وحق الزهرى هذا هو الذي أعيشه إنني أعيش السعادة وأعيش الجنة بكل معناها في جوار محمد وآل محمد في خدمة إمام زماني ليلة نهار وأنا أحشد الحقائق بين أيديكم وهي لا حقيقة لها ما الذي أحصل عليه هذه حقائق لا أقول لكم صدقوني ولا أقول لكم اتبعوني أقول لكم احترموا عقولكم وانتفعوا من هذه المعلومات التي أقدمها لكم لا لأجل سواد عيونكم أنا حارس حدود وظيفتي أن أقف عند ثغور عقيدتي إمام زماني أنا حارس حدود شرطي حدود قولوا ما تريدون أن تقولوا علماء العترة يقفون عند ثغور العقيدة أنا واحد من هؤلاء الجنود من جنود محمد وآل محمد أقفوا عند ثغور عقيدتهم أنا من شرطة حدودهم أنا من حراس حدودهم قولوا ما شئتم أنا من عبيدهم ومن أعبد عبيدهم أضعوا الحقائق بين أيديكم تبصروا فيها تبصروا فيها أدركوا أنفسكم وأدركوا عوائلكم وأدركوا الأجيال القادمة ترجمة نانسي قنقر